تحياتي اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف ساحة دايما يا رب معكم مريم من قناة اكلة بنفس النهاردة هنعمل بطاطا بس بطريقة جديدة جدا صنيت بطاطا طحفة جميلة جدا بسراحة احنا عندنا البطاطا غالية جدا جدا فلما نجيبها لازم يعني نعمل لها حفلة كده نعمل لها احتفال نعمل لها طريقة جميلة وانتو كمان في مصر برضو حتى لو رخيص عندكم غيروا عن مشوية او مسلوقة نعمل لها تجديد كده وتحفة وجميلة والدف في البرد ده بصوا بقى الجمال تحفة جدا جدا ولا طبقة الكريمة اللي عليها جميلة جدا جدا طريقة جديدة وسهلة ويلا بينا ندخلها لحقائتنا بس ياريت قبل ما ندخل ما تنسينيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومعيكات الكتير للفيديو عشان يترفع ويشوفه غيرك ويلا بينا على حلقة جميلة جدا واحتفال بالبطاطا انا جبت هنا حوالي اتنين كيلو بطاطا قشرتها عادي ببتاعة تأشير البطاطس وقطعتها مكعبات بس خلي بالك من ايدك عشان هي تقطعها جامد شوية علشان ايه انا قطعتها مكعبات صغيرة علشان متاخدش معايا وقت في السوا تمام كده زي ما انتو شايفين وجبت حوالي مكعبين زبدة يعني قولي معلقتين زبدة تمام اه هيدو طعم جميل جدا معاك وحطيت حوالي تلت كبات سكر بص سكر ده براحتك عايزة نص عايزة تلت براحتك بص تلت كانت حلوتها مظبوطة جدا على فكرة بنا بعد كده حطيت معايا اه كبايتين لبن انا عايزة فيها صص انا حطيت معايا كباية ونص وكملت ونص مية علشان المية برضو يا بنات مفيش حاجة بتستويه برا عن المية وطلعتها على النار بس وعلى نار هادية وهغطى عليها وهسيبها معا نفسها لحد ما انتو شايفين اتهارد كده انا حاسة ان الكبايتين كويسين سواء كباية لبن او كباية مية او العكس براحتك خالص اللي انت عاملها بس اللي عايزة لازم يكون فيه لبن وقرب مستوتها حطيت اتنين فانيليا برضو ممكن تحطي معا الفانيليا دي او ما كان الفانيليا ارفع حلوة جدا 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 شغالة وتحفى براحتك انا استكفيت بالفانيليا بعد ما نزلتها من النار هرستها بهرست البطاطس بارتو فيش اي مشكلة لحد ما بقيت نعمة معايا وزاي ما انتو شايفين بوريه كده جبت السوني اللي اغبل هدخلها الفرن وهحط فيها اه طبقة البطاطا بتاعتي تمام حبابي زي ما بقول لكم انا حسيت اللي هما كبايتين سايل حلو جدا يعني حطيت كباية ونص هتطلع ناشفة معاك شوية بس برضو براحتك من كباية ونص الكبايتين انا حطيت زي ما قلت لكم كباية ونص لبن و آآ كباية ونص كباية مية تمام؟ ساوتها طبعا حطتها وساوتها تعالوا نعمل بقى الطبقة التانية معنا عندي تلات كبايت لبن كل ده بالكبايت المعيارية بنتها سيب للكل المقادر في صندوق الوصف مع الرابط صفحاتي على فيسبوك وانستجرام والتيك توك اسمو مكلا بنفس برضو بنفس اسم القناة حطيت على اللبن معلقتين سكر وتلات معالى النشى معلقتين سكر وتلات معالى النشا وبردوا السكر براحتك بس انا برضو حصيت المعلقتين حلوين براحتك عايزة تزويدي تاني براحتك تمام؟ بعد كده هحط معاه هدوب شوي عالبارد과 حطت معاهم كيس كريم شونتي ممكن تحتي كريمة كريمة لباني طبعية براحتك بس انا حصيت كريمة حشلة عشان يربط معانا بسرعة وبعدين طلعت على النار وانتي في النار ايدك فيهم دايما طبعا عشان نشا وكده عشان ما يكلكعش معاك وهتفضل يتقلبي لحد مقاومهم يسمك كده يعني زي طبقة المهلبية كده بس بجد طعمها خرافة باكل بالكريم شانتي يا بنات عادل اربع معالق يعني ودولك الطعم في حتة تانية بعد ما نزلتها هون نزلت بحوالي معلقة زبدة وواحدة فانيليا اهو اهو اتنين فانيلي انا بصراحة بحب طعم الفانيليا اهو فحطت اتنين وبعد كده كمان مش بس هستكفى بمعلقة الزبدة هحط معلقة سمنة بلدي يعني بتود الطعم لحتة تانية خالص بتبقى جميلة جدا بصراحة حلوة جدا حطت السمنة البلدي على الزبدة وقلبهم كويس جدا جدا اهو حطت السمنة البلدي زي ما بقول لكم والدوابية وهي سخنة يعني انت بس انت بنزلها من على النار تمام مش هتدوابية مش هتعمل الخطوات دي وهي على النار خالص بيد طعم جميل جدا السمنة البلدي وتراح تصب بقى الخليط ده وهو سخن زي ما هو كده بعد ما خلصتيه على طبقة البطاطا في الوقت ده فرنك شغال على درجة حرارة مية وتمانين اه هتاخد معاك مثلا عشرين تلاتين دقيقة من عشرين لخمسة عشرين لتلاتين دقيقة مثلا في الحدود دي حسب فرنك انا كانت الفرن شغالة فوقه تحت والشواية مش بشغلها انا فوقه تحت بس والمروحة شغالة انا عندي مروحة تمام كده حبابي فردت طبقة المهلبية دي او الكريمة سميها زي ما تسميها بس بجد هي طبقة طحفة جدا نفرديها بشوش جدا وطعالي بقى ايه على الوش كده وبص نخلي شوية سكر بودر عشان هيساعدوها تحمر كده وتدي طعم طحفة طحفة جدا زي ما انت شايفة بص الجمال طحفة وزي ما قلنا فرننا في الوقت ده شغالة وسخنة كمان تمام وهندخلها اه ممكن اه يعني بص موضوع السكر بودر ده برضو اختيار براحتك بس هو هيديها طبقة احمرار بسرعة تمام؟ عايزينها احنا تحمر بسرعة وحط الكمية اللي براحتك نضافي طبعا الصينية كويس عشان في جوة الفرن بتلزق الحتة الزيادة دي وبتتحرق نضافيها كويس جدا زي ما انت شايفها بصي جميلة جدا جدا وبمنتهى السهولة لن فياش اي مشكلة واندخلها الفرن زي ما قلنا وانسبها من 20 ل 30 دقيقة وهنخرجها هتخرجيها لو انت حبها سخنة كده وطرية وكده يعني قطعة مش ومنتظمة كليها وهي سخنة حلوة جدا انا بحب تلاحق قطع بقى وكمان عشان التصوير وتظهر لك طبقة الكريمة فاستنتها تبرد ده شكلها استنتها تبرد كده انا كمان استنتها تبرد برا لو كمان استنتها تبرد جوة تلاجك هتبقى متماسكة معي اكتر وتبقى احلى بصراحة فانت خلاص خليها لو حبها تتماسك وتبقى قطعة كده بقطعتها خليها جوة تبرد خلص بس بعد ما تبرد كويس في جو ودرجة حرارة القوضة عادي تمام بعد كده هتقطعيها قطعة زي ما انت عايزة وزيني زي ما انت عايزة بجزء هند من غير تزيين هي طحفة بجد طحفة جدا وطبقة الكريمة غنية جدا ودت غنى جميل جدا جدا للبطاطا وهي البطاطا بصراحة عندنا زي ما بقول لكم غالية جدا فلازم لما تيجي نعمل لها احتفال كده ونعمل حفلة على شرفها بصراحة بس بص جميلة وتحفة جدا جدا وزي ما بقول لكم حبيبي في مصر غيروا برضو جددي مش لازم مشوية اه مش لازم بالبشامل انا عملت معكم حلقات كتيرة للبطاطا اسبها لك في صندوق الوصف في قائمة حلويات في قائمة تشغيل حلويات وتظهر لك على الشريط من فوق دلوقتي حالا بصي بقى الجمال تحفة جدا جدا وطبقة الكريمة عليها تجنن يعني عملنا وقلنا وصفات كتيرة زي ما قلنا للبطاطا واستخدمنا البطاطا كمان كتيرة في قائمة تشغيل حلويات للضايت اسبها لك ومرضى السكر ومرضى حساسية الجوليتن ربنا يشفي الجامعة رب اسبها لك في صندوق الوصف وتظهر لك في حرف الاي كمان يعني البطاطا بصراحة يعني استخدمتها كتير واستغلوا يعني فرصة الموسم بتاعها وبصي بقى الجمال بصي الطبقة اه زي ما بقول لك لو عايزة تكلها سيلة كده يبقى كلها سخنة على طولهم تطلع من الفرن وكده بتسيل كده وتبقى زي طبقة البشامل اللي نزلة كده بس يا مش بشامل طبعا اه بس انا بحبها تبقى قطعة كده والاولاد بينبسطوا بيها كده بصي جميلة جدا وكان سكرها مزبوط جدا جدا الحمد لله وكل حاجة فيها مزبوط اتمنى تجربوها ولو وصلت مع الحدين وتنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكاتك